السلام عليكم أهلا ومرحبا كيف الحال؟ طيبين أهلا وسهلا فيكم حياكم الله من جاء حياكم الله من جاء عرفوني عليكم يا شباب إبراهيم عبد الرحمن من إب أهلني إبراهيم من إب عمر عيسالي من أبيان وعمر من أبيان محمد عبد الله السيد النهاري محمد النهاري من تعز أهلا وسهلا ومرحبا إيش الكوكتيل الجميل هذا إيش اللي جمع الشامع المغربي ورمضان على شعبان على رجب الجو الرائع الجو الجميل المنطقة الحلوة اللي يجو لها الزوار من كل مكان أهلا حلو بس أنتم أصدقاء ولا زملاء ولا إيش اللي جمع واحد من أب واحد من تعز واحد من أبيان الأصدقاء والعمل يجمعونها فين تشتغلوه؟ حنا نشتغل في قشن اليوم جينا نشوف المناظر هنا ونشوف أن المناظر هنا حلوة وما كنتش نتوقع أن هذا المنظر الحلو أنه كان في خيالنا أول مرة تيجي؟ أول مرة يعني وتفاجأنا مرة وتفاجأنا مرة على الجو هذا الحلو الجميل وبصراحة يعني ما نتوقعش حتى أب شوفها أب حلوة جميلة وهي مقارنة مع هذا المكان ياخي بس تفاجأنا ماذا يميز هذا المكان عن أب؟ البحر يعني موجود والأخضار موجود وأنت أجل ما تشوف سهل وإحنا أصحاب أب نعمل لكم بحر يعني المسألة سهلة أوه يا ليت والله بس ما ما حينفعشا نجي لصاحب أبيان نحياك يا أبيان الله حياك كيف زملائك شايفهم من أب وتعز؟ والله تمام أول مرة تيجي؟ لا والله مرتين نجي له هنا هذه المرة الثانية؟ يعني أنت اللي جبت أملا هنا دهدت بأصحابك كيف قل لي كيف المكان بالنسبة لك؟ والله المكان حلو يعني المرة اللي أولا اللي لقيته يعني ضروري المرة الثانية نجي آه حلو حلو صاحب تعز؟ حلو ماذا يقول لك ش تقاوب على السؤال؟ على طول نعم قلاك إبراهيم تقاوب على السؤال كيف تعز؟ تمام تعز قوها حالي طبعا هنا وبين أب وحف ايش تختار؟ مختار هنا يعني منظر رائع ما لي قل لي إب ولا حف؟ حف الله أكبر تصويت والله باعك والله باعك والله شوف والنهاية قل مقارنة قل مقارنة قل مقارنة ما بين إب وحف يعني ما يعني مرة لا تسكت له لا تسكت له انت جاي هنا وجاي بعصير وكذا وتديله في الأخير يقول لك حف حسن من إب يعني يعني على كذا يعني هو قاد شاف يعني مناظرها يعني وخيالها باعك وباع إذ بالله أوه وجوها الرائع الجميل بصراحة يكفيك أنت تشوف يعني المنظر هذا كفي نقي البعدان وإب تحتك مطله يعني والشلال ذاك يعني ما شاء الله الناس يجون من كل مكان يعني من كل فجين عميق وحقيقة المشاهدين الكرام الحديث يعني حول إب أو أبيان أو تعز وإن شابه شيء من الطرفة إلا أن علي أن أقول أن الحقيقة تفرض نفسها فإب بطيبة أهلها وطيبة أرضها وطيبة من فيها هي واحدة من أجمل مناطق اليمن وهي التي يطيب للناس بأن يسموها الجنة الخضرة إب الخضرة هي جنة الخضراء وهي واحدة من سلال اليمن الغذائية التي يعني تقدم لليمن سنويا آلاف الأطنان من الخضروات والفواكه الطيبة والثمار الطيبة وذلك من فضل الله علينا وعلى أهلها وإن جئت للحديث عن أبيان فهي أيضا سلة من سلال اليمن الغذائية التي تقدم لنا على سبيل المثال إلى الحصر الحبح بالأبياني والواحد لما يطلع ينزل والله ما يدور الأبياني أبياني أهل هات أما غير أبياني والله ما ناخذ وإن جئت للحديث عن تعز فتعز هي مصدر المثقفين والأدباء والشعراء في اليمن وهي عاصمة اليمن الثقافية الأولى التي قدمت لليمن كوكبة زاخرة من العلماء والفنانين والأدباء والشعراء ولن نستطيع أن نحصي لكن يعني من باب المثال لا الحصر يعني نتكلم على يوب طارش نتكلم على العبس نتكلم على كثير من الفنانين والأدباء والشعراء الفضول وغيرهم الذين انحدروا من تعز ولذلك كل محافظة في اليمن لها مكانة خاصة في القلب وإن كان في حواننا شيء من الطرفة فهذا ما يقتضيه عملنا الإعلامي أهلا وسهلا بكم يا شباب باقي لنا مسك الختام هو سؤال سمعتوا عن دمقوت ترى المثال فيها فلوس فيها جائزة لا دمقوت دمقوت لا دمقوت دمقوت لو ركزتم وانتوا جايين بالسيارة وانتوا منازلين حتلاقوا واحدة من اللوحات مكتوب عليها دمقوت أو بالانجليزي دمقوت صراحة يعني احنا ما حسنا عند اللوحات يعني حسنا كل الله بهذا بس لازم انت تسأل ايش هذا المكان ايش بينه ايش وقع هنا وقعت معارك وقع شي وقع كذا هذا كان بيت هذا كان قصر هنا كان فيه مدري ما هذا الشي والله ما مرعب على بال بعد اللي لا يغركم تشوفوا انه طويل لا لا يعني احنا بطول بعض بسو جالس قد امرتعال هنا يا أخي عشان لا يشوفوك طويل وانا قصير الحقيقة لا 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 اعرف صراحة يعني ما جعل بالنا يعني لا كان بالنا سلناكم صدفة ما شاء الله بس ما سمعتوا عن دمقوت شوفوا دمقوت يعتبر واحد من اول الموانئ اليمنية في الجزيرة العربية عمره يمتد الى الالف السنة قبل الميلاد يعني الف سنة قبل ميلاد عيسى المسيح عليه السلام يعني بتوقيت اليوم تقريبا عمره ثلاثة الف سنة هذا الميناء وكان هو الذي هو هنا موجود في هذه الاماكن على البحر اسمه دمقوت في قرية اسمها دمقوت من هذا الميناء كانت مشاهدية الكرام اليمن او المهرة تصدر البخور واللبان الى اغلب دول العالم اول شيء الى حضراموتو سقطرة وبعدين يروح على روما يروح على الكولوسيوم يروح على اليونان على الاكروباليس وغيرها من الاماكن في العالم حاولوا تزوروا دمقوت وتتعلموا او تحاولوا تقرأوا شيء عن تاريخ المنطقة وما حدث فيه من معارك بيننا وبين البرتغاليين والكريستيانو والرونالدو من يشجع كريستيانو؟ من يشجعهم؟ انت تشجع؟ لا احسنت احسنت شجع ميسي حتى ميسي بصراحة ايه انا شجع لا ميسي ولا على كده تزعلني منك والله وانت كريستيانو نصيدك تشجع كريستيانو؟ ايه شوف كريستيانو برتغالي والبرتغاليين جولا عندنا لها هنا وقاعد في هنا وبينهم رزع الرأس شجع ميسي وبالنسبة لك يا صاحب تعز لا اشجعهم ما تشجعوني ما لك تدخل بالكرة نعم طيب مشاهدي الكرام شكرا لكم يا شباب اتمنى لكم وقت جميل استمتعوا بوقتكم ولنا لكم او لنا معكم ان شاء الله جلسة اخرى شكرا يا شباب يعطيكم بالعقيم